سهلنا نغتنم الفرصة لدينا واحد الفيديو قصير اليوم تتم الفيديو السابق ولكن قد نضكر واحد المعلومات جيدة مهمة نتابعت لها مؤخرا على ظاهرة مانديلا أفاكت مانديلا أفاكت لانا كنت تكرر مئة في المئة يعني أكثر من مئة في المئة كنت تكرر لأخص بعض المناطق في العالم كنت تكرر خريطة ديالهم يعني هم وغيروها الآن قدت واحد الفيديو سابق قبل سنتين تقريبا على مانديلا أفاكت وحسب معلومات كلها لحسب الوعي و الوعي ديالك واحد الشيء كل واحد يفتلح على الآخر مثلا حول الخريطة مثلا أنا تنذكر بعض الأماكن في العالم الخرائي ديالهم وقعت مانديلا أفاكت وطلحت كل واحد أخر قدر يلاحظ حسب منطقة دياله فين كان هو شمن بلد اللي كان عيش في أنا ذاك قبل ما يغيروه خريطة أنا كنت عيش في المغرب عندي المعلومة منيكت في المغرب كنت عندي الأنسيكلوبيديا لبعض الكتب والمجلات يعني قديمة شوية مطبوعة في التمانينات الكتب اللي كانت عندي قديمة بطبيعة الحال مثلا واحد في السن تاعي مثلا أنا كتب في المغرب كتب في المغرب أنا ذاك لما كانش أنترنت كنت نشيره كتب قدام كتب قدام تكون عندما عصر صنع 20 سانات أو 20 سانات قريبا في طبع تاريخ الطبع ديالهم يعني إذا كتبت في المغرب سيكون عندي الخارطة قديمة طبعة قديمة أكي كان واحد في أمريكا سيكون عنده طبعات جديدة هنا ذاك كيف هم دي يعني ربما السنة تغير الإنسان اللي يتذكر مانديلا أفاكت حول الخارطة مثلا واحد في المغرب مثلا في 1990 سنقارنه بحل واحد في أمريكا في أب 980 لأن أمريكا تكون طبعات جديدة تكون طبعات جديدة إلا إذا كان عنده شيء طبعات قديمة أرشيفية قديمة في أمريكا عند أب دياله لا تشترك لأنه لا نستطيع أن تكون مقارنة لأنه نقطة الأقصد أه اللي بغيت نقول الظاهرة اللي جديدة نقطة الأقصد في الأناتومي الأناتومي العلم تشريح الأناتومي ديال الجسم البشري تغيره بالأخص جوز تغيره كان القلب كان شيئا معا اليسار كي الآن صار في الوسط هذه مانديلا أفا الناس اللي أطب يلاحظون مسألة كي بالأخص اللي قرأوا الطب يعني قبل من 20 سنة 30 40 كان شيئا معا اليسار إلى اليسار الآن في الوسط والكليتين كانت كانت تحت من وراء هذا الكيج الأضلع كانت وراء الأضلع في الأسفل الآن تحت الظلع 12 الكليتين تحت الظلع الثاني عشر وراء الأسفل هذا هذا من المطبع يلاحظ هذا بالأخص الذي كانت طبيبا في الفلاج أخير أخير كانت عدة أشياء مثلا عندما كانت ملاحظة فيها كانت إنسان آخر عندما ملاحظة أخر في الأسفل عام لهذا من من نطرح هذه نترك هذه نترك تكتب التحرك هذه لتعرفة لدينا وعاء 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 لديه علم التشريح لنطومي للبشار ومعنومة تقديم لتعرف مين كان القلب ومين هو الان كانت كديتين ومين هو الان سوف نعود إلى نقطة السحر بالنسبة للموسيقى لديه علم التقوى السحرية هي الموسيقى التي تستعملها في الاستعراض العسكري هذه موسيقى تجلب الطاقة لديه علم التدب التدب الذي يجلب الطاقة لديه علم التقدم لماذا نرى كيف يوجد أسكاري الآن هناك بعض الأسكاري وان يجب التطبق في ديوركم لا يوجد عسكاري. ولكن في البيت تفرج الخوف والتأكل الخوف والتحضير لا يوجد عددك. لا يوجد عددك. حتى يوجد بروتين بروتين. هذا الان يخشي الهاتف أولاد الطريقية. نعم، هذا التي يعمل في القنبلة البروتيينية كما قلت. يحتى البروتينة ما هو السكارية التي نأكلها من الآن؟ إنه عبارة عن بروتينات بروتينات يعني الجسم ما يقدرش يتحمل واحد عدد بروتينات كثيرا لأن الإنسان يستهلك بروتينات عالية لا تخصين قسم بروتينات كذلك من قسم أن تكون الطاقة بصفة عامة متوازنة نقطة المنضي لأفاكت وش الأطيب كي سمعوا لي كي سمع رأي قطر يلاحظ يعني موصين شوية يكون عنده واحد قريباً يكون من خمسين عام الفوق اللي كان في المغرب كان في المغرب من سبيل هنا غير تزيده شوية عشر سنين كي سبب الخرائط الغير والتغيرات الخرائط قبل الأخص كاليفورنيا باها كاليفورنيا كانت كبروها كوبا، في الجزيرة كوبا، في الأيست في الشرق، لتجمع الماء للغرب أكثر من نسبة للأمريكيين حسب السن يتكلم على الأقل عنده ستين عام ما فوقه والذي يقدر يتذكر الخارجة المغرب خمسين عام ولكن تخصص كانت هواية زغرافية ولكن يقرأ الجغرافية ولكن يقرأ كتوب وقدام وذلك الشيء يعرف المغرب خمسين عام لا يتذكر بطبيعة الحال لغة السحرية هو لعبة ومحطوط ومنصوب البشر يحاولون يفعلون ولكن هو مفتعل من الخلق وموجود في الكتاب ولكن لن يعيش أننا ما نفهموش داخليا نفهموه داخليا نفهموه داخليا عادة من نفهموه من المنظور العام من هوا شيها العام ما مشوهوه من جاهادك هاتك صعيبة تخصك تتفهموه داخليا عادة من خلق أهم حاجة من نسبة المسلمين اللي بغاوا يفهموه وعرفوه ضروري من يرجع القرآن مثل أن تقرأ القرآن تبغي يفهموه ضروري هذا المستلح للجين حيث تتغير وهذا الجين وعشنا قبضي للجين ولم نعرفتش هذا المستلح للباب من السلطة وحلقة مبلغة وهذا هو المستلح للجين هذا هو الذي يريد أن نحكم بهذا المنظلة في هذه المنظلة الزهار الضوامي للبشر كي؟ وليسا نتذكر إلا كان شي احتقاري الطب ولا بيولوجيا راي يتذكر. تاخد السين حد حالي كان صغيرا غادي يتحول انتان تبليدك شيء والقراء هو في مدراسة ولا في جامعات مؤخرة. انا ما عندوش علاقة بالكلام التي نقول انا ما يعرفش. ما غاديش يعرف الشمش كانت صفرها ما غاديش كل شيء يحقل قليلا غادي يحقل تغيير في الطقس الان. الريح عندنا في امريكا منذ تقريبا اربع سنوات صارت الريح كثيرة يعني يوميا. يعني قبل من اربع اخمس سنوات قبل من الان كانت الايام التي تكون في الريح يعني تقريبا نقول مثلا تلتمية وخمسة وستين يوم تقريبا تكون ما يقرب شهرين في السنة. ستين يوم في السنة تقريبا. الان صارت تقريبا واحد مئتين وتمانين يوم في السنة التي تكون فيها الريح. سواء في الفصل الشتاء الخريف الرابيع الصيف. اه دائما الريح يعني يوميا الريح 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 مجهد يعني ما كان شهد الريح هذا يعني عنده علاقة بالشي لتغيير اللي غادي وقع اللي وقع اللي وقع يعني 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 بالسنوات الاخيرة. ولا شي كنلاحظونا يعني كنسوق الشاحنة اختصاصي هذا كنشوف. عندي علاقة بالريح كنسوق دائما نشوف كنشوف متكتبان 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 العصيفة الشتاء. هذا لا نسمع على الارصات الجوية انا دائما على الخارس بالسقف. في البوادي. يعني هذا الريح هذا ما كان شبهة الكثرة هذا كان شيئا قليلا. انا ما عارش البولدان القرية انك نقول على امريكا. او لا تكلموا عن السحر وتقنيات السحر و كيفاش انسان يقدر يستعمل للسحر. يستعمل لك معلومات و يتعلم منه اشياء كثيرة. انا اي حاجة سيليبية راك تقدر تخرج منها حاجة ايجابية. بحل المرط المرطة هو راك يعطيك معلومات إذا عارفت تتقرأه وتفهمه. تتقدر تتقرأه وتفهمه. تتقدر تتقرأه وتفهم طاكتيكا. اخر تتقدر هذا الامراض هذا تقدر تداوي راسك بيدك وتعرف بقى. يعني تسنشي حربولي داويك. اغلبية الاحالات مش احالات خوله. اكي. الوغان وقفنا و شكرا على الاستماع و الى اللقاء. طيب رح.